اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمال بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء اكد ان تواصل خطى البناء والتقدم في اطار المسيرة التنموية الشاملة يسير على مرتكزات وطنية رسخها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن يسأ الخليفة حفظه الله ورعا ويعتبر مثاق العمل الوطني المرتكز الرئيس لها قال سموه ان هذه الوثيقة الوطنية التاريخية التي اجمعت عليها ارادة ابناء البحرين انبثقت منها العديد من البرامج والمبادرات التي تجسدت واقعا ملموسا كمكتسبات يستمر العمل بالتزام ومسؤولية على جميع المستويات من اجل البناء عليها وتحقيق المزيد منها لبلوغ اهداف المستقبل من اجل الوطن وابنائه اشار سموه الى ان الرؤية الشاملة للمشروع الحضاري الذي اسسه جلالة الملك المفدح حفظه الله ورعا تضمنت جميع مكونات العمل الوطني وجاء المواطن كمحور التنمية فيها فتوالت الانجازات منذ اعتماد ميثاق العمل الوطني وجاء ترسيخ الحياة الديمقراطية البرلمانية في المملكة كأحدى ثمار هذه الوثيقة الوطنية لتؤسس للمزيد من المقتسبات عبر تعزيز دور الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله مساء اليوم يرافق سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الى مجالس كل من عائلة كانو وشوق فخر وعائلة العريض حيث بارك سموه لاصحاب المجالس والحضور بحلول شهر رمضان الفضيل معربا عن سروره بلقاء الجميع في هذه الايام المباركة فالتواصل في خلال هذه المجالس في المجتمع البحريني يعكس الترابط القوي والمتين بين كافة مكونات المجتمع التي تجتمع على حب الوطن والحس بالانتماء والتمسك بقيم الوسطية والتسامح والتراحم من جانبهم اعرب اصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص لزيارة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الاصيلة تعين الله ان يحفظ البحرين واهلها في ظل المسيرة الوطنية الشاملة لجلالة الملك المفدح فده الله ورعا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة